فتة الكفدو الكلاوي دي عبارة عن ايه؟ طبعا كفدو الكلاوي شرايح الكمية اللي انتوا عايزينها نص كيلو براحتكم ليه وليه 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 الاكلة دي لازم تتعامل بالنفس الليه طيب وملح وفلفل اسود جسط الطيب شوية كوزبرة خضرة توم مفروم عصير لمون زيت والزبدة لازم او سمنة زي ما تحبوا وطبعا عشان نعمل الفتة محتاجين ايه؟ محتاجين عيش مكعبات مقلي ورز ابيض وطبعا نعمل طاشة هامل طاشة اولية هتبقى مكان الكبدة والكلاوي والله دي انا هبهركم عبارة عن ايه؟ عبارة طبعا عن مكانها مكان الكبدة والكلاوي هنحط لها شوية توم وكمان خل وطبعا شوية مية مية كده هتلم كل التحبيش خلاص بدل الشربة وبعدين وتغلي معي هسقي بيها الاول الرز والعيش وبعدين نعمل بقى الطاشة الحمرة الطاشة الحمرة ما ينفعش الفتة بالكبدة والكلاوي من غير طاشة حمرة لو هتستغنوا عن الطاشة الحمرة في الفتة اللي باللحمة فمش هتنفع خالص طعم ما بيبقى خطير مع الكبدة والكلاوي طبطاشة الحمرة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ طبعا طوم بافروم كوباية طماطم مضروبة في الخلطن غير نقطة مية ويخل وملح وفلفل اسود مستعدين؟ جاهزين؟ يلا بينا اول حاجة هنا انا عندي هنا لازم اسخن كويس جدا اولا الحاجة اللي انا هشتغل فيها الكبد والكلاوي من الحاجات هتخدش وقت لو النار عندي عالية اتفقنا اتفقنا فانا عندي هنا مشغلة النار على الطاصة بتاعت دي بصوا بقى انا بحب قوي لو ما عنديش الكاستا ايرون احب قوي تسوية الالمونيا الالمونيا من الحاجات اللي تسويتها حلوة جدا انا عندي هنا سخنتها انزل بقى بشوية الزيت الحلوين بصوا اول محطة الزيت سخنة وانزل بقى بالزبدة اهي خلاص نمسح بس شوية ايه الزيت دول وانزل بقى بالكبد والكلاوي عندي هنا اهي اوزع كده وبتتحرق حلوة اوي انها تتحرق زي ما قلتلكم بتبدي لون وطعم حلوة اوي يلا هنزل الاول اهو بقى بالكلاوي اهي اهي ماشي ويه هوزعها استني كده ايه نزلت عندي هنا الكلاوي الكلاوي خلاص ويه هوزعها كده تبدأ بقى ترتش معنا خلي بالك من نفسك هنزل بقى شوية اللية في النف كده اهو كمان ويه هحط بقى بصوا بصوا علشان النار عالي هلاقيها لونت معي على طول الزيت وطبعا اهم حاجة الحاجة تكون كبيرة عندي اهي وهنزل هنا هنزل هنا بقى كمان شوية ايه الكبدة اهي هوزعها كويس جدا ابتاخدش وقت معي علشان النار عندي عالية بصوا بقى عندي هنا اللية بقى لما تسيح وتدي طعم كمان عايزين تنزلوها اهو بصوا هبتطا هنا لا يا استاذ حسين طبهم علي كمان يتابعي يا استاذ حسين والله عن روايح الجمدة قلبان ما بعيش يا شيءو والله والله وانا كمان قدم الاكل ده عامل ايه اخبارك Palunzi ازاي سبيلك والله سبيل تواحيك ربنا يخليك طبعا يعني حضرتك اكيل عارفك الحمد لله الحمد لله جربت قبل كده الفتة دي ان انت تعملها بالكبد والكلي لازم لازم على طول يا شيف ان شاء الله يعني صراحة تستم ايدك وتستم افكارك والله يا شيف ربنا يخليك والله يا استاذ حسين يا رب دايما كده ابقى ايه يعني نجدد الافكار مش هقول مخترعة ولا مفتكر عشان دي حاجة طبعا زي ما قلتلكم مطعم كتير بتقدمها ولكن ايه بنفكر بعض بيها الله يخليك ربنا بديك الصحة وتستم ايدك يا شيف ربنا يخليك يعني طب البرنامج كل صراحة ربنا يخليك بيشكروك جدا ما يحلمنا من دي وما بدا يعني بيشكروك والله يا استاذ حسين الله يخليك يا شيف نورتنا نورتنا شكرا مسيح ربنا يخليك مع الف سلامة بصوا بقى بصوا بقى هنا ايه بقلب بصوا على طول ما اخدتش وقت معي زي ما بقولوكو اهم حاجة عندي الحاجة اللي بشتغل فيها تكون سخنة ما تنزلش مية ما تنزلش مية ماشي خالص وتستوي بسرعة جدا اهي تعالوا بقى الاول نتبل الكلاوي بتاعتنا وبعدين ننزل طبعا هنا انا بختار ايه بشوف الحتة تستخنة وبحط فيها اللي لسه ايه مستويش لانا هنا مولعة الاربعيون اهي اهي تخيلوا بقى كده لما تسقق الرز والعيش بكل الحاجات دي البهاريس دي انتم تخيلين الطعم اهي تعالوا بقى انتبل انتبلها بايه براشة ملح وراشة فلفل اسود اهي وعندي هنا اهي بس كده اجيبها بقى على جن واروح اجيبها كده علشان تديني حرارة حلوة واروح منزلة ايه بقى الكبدة بتاعتي طبعا الكلوي بتنزل الاول ما بتاخدش سوى زي الكبدة اهو ننزل في كل الحتر اللي هي شربة سخونية عالية تعالي انت هنا كده جنب اخويتك علشان في حد تاني عايز ايه يشرفنا اهي الكبدة بتاعتي ننزلها وافردها الكبدة زي ما احنا متعوزين لما بتاخدش وقته خالص الكبدة والكلوي متقطعة شرايح لما بتتعمل مع الفتى تبقى شكل شوية اللحمة مش بقطحها كبدة سكندراني اهي لاح يا 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 ايه ده ايه الناس الحلوة بتيجي مع الاكل الحلوة اللي ايه جماعة وحشتيني قوي ست الكل حندل على سلامتك الله يسلمك يا حبيبة قلبي واحساني وانتي كمان جدا مفتقدين مكلماتك ودعواتك وروحك الحلوة والله انا ميحسنش غنج غري الشديد الاوي والله انا عارفة انا عارفة انا والله من يوم ما كنت في مطروح وانا مش ادرى اقولك بصراحة يعني فعلا الواحد ما يقولش على اي حاجة انه حيعملها يقول انه بعد ما يعملها حبيبتي الحمدلله الحمدلله على سلامتك وان شاء الله صوتك يتحسن واحدة واحدة انا يعني ده كادرة كتير مش هادر اقولك قد ايه الحمدلله يعني شوية بس طبعا لازم اشكرك حبيبتي اشكرك جدا على سؤالك علي طبعا وعايزة اشكر رنون حبيبتي واشكر كل اللي سأل عني وكل اللي في الكروه اللي سأل عني حبيبتي انت صاحبة واجب يا مو اسلام احنا بنتعلم منك ربنا يبارك لك ويبارك لهم انت كلك واجب بجد بجد والله الكست كله حسني وبشكر الكست كله وكل اللي سأل عني وكل من قصدك وكل سأل عني ربنا يخليك لي يا رب متحرمش منك ابدا ابدا يا حبيبتي والف سلامة ويخليك يا رب الاسلام ويخليك لينا شكرا يا حبيبتي طبعا انت يعني عزيزة على قلوبنا كلنا وحبيبك كتير ربنا يبرك لك يا حبيبتي كبير انا كلمتك امبارع مش قادرة اكلمك لكن كلمتك عاللايف مبارع لويني فعلا وحسيني وحسني ليفاتك قوي ربنا يخليكي وبشكري جدا أنا اللي بشكرك يا حبيبتي والله يمتعبتي نفسك وكلمتينا ربنا يخليها ويخليها يا سامعيك يا هي ربنا يبارك لها ويبارك لبنتها وكل اللي في الكروه اللي سأل عليها ربنا يبارك لكم كلكم دايماً منورنا دايماً منورنا يا حبيبتي مع ألف سلامة بصوا بقى هنا عندي زي ما بقول لكم الكبدة بس اهي بشوحها شايفين حطيت عليها رشة كسبرة بعد الملح والفلفل اسود رشة كسبرة مهمة جداً التوم فين؟ التوم آخر حاجة بنزل بيها بعد ما خلاص كله بيبقى استوى عندي اهو تعالوا بقى نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف ايه الاكلة الحلوة دي بعد الفاصل استدنونا بصوا بصوا اخدتوا بالكم يا منزلتش ولا نقطة مية ازاي كل دي دهون اهي اللية مع شوية الزبدة خلاص مع الزيت والناس الحلوة بتيجي على الريحة الحلوة يا مادام نادية الله انت بتقولي فيها يا بيفيان عاملة ايه يا حبيبتي يا غبارك وحساني 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 ايه يا ستي تقلنا علينا ليه يا ستي ليه يا ستي تقلنا علينا ليه بس اولي بصي 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 ربنا يكفيك وشار المرض انا بنام بقوم متأخر وساعته قوم يعني على الظهر كده للازام الضهر والله يا جيبيان والله انا باتصل ما بيجمع معي معلش بجد والله حقك علي انا والله يمتبعك وبشكر مادام شيرين اللي في الفكندرية لان هي بلغتني ان حضرتك تسألت علي طبعا وتبقي كلمي بيبيان قلت لها والله يا سرين انا يعني ساعتها هم متأخر وساعتني سبيجمع انا مستغناش عن الامر حبيبتي ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة والله ما شاء الله دي حاجيه لحد هنا حياتي حياتي رب ايه الجمال ده جربتها قبل كده واكلت جميل وحكت كلها جميلة يا حبيبتي والله وانتي اجمل والله يا مادام ندي كله زي الفل يا رب والله وحكتني كتير وبذكركم على السؤال علي طبعا يا حبيبتي طبعا من استغناش حبيبتي ألف سلام عليك والحمد الله ثلاث منها على خير والله ألف سلام عليك ألف ألف سلام عليك الحفظ لله كله حلوي يا حبيبتي بدعوتكو ربنا يخليك حبيبتي على حياكل ومخرجنا بصي عامل في ايه جايباني بصي بقى فنان مخرجنا يعني فنان كمان وانا حاسة ان هو ليه في الأكل جامد قوي بصوه مش عايز يعترف يعني حاسة ان هو ممكن يقوم يطبخ طبخة حلو قولي ايه أكيد أكيد والله أكيد قولي له تسلم ايديك وعينيك يا رب ربنا يخليك يا مادام ندية نفسي قوليني جربتيها قبل كده الفتة دي لا دا احنا خلي بالك الاسكندرانية دول الأم اللي اختراعها يعني الفتة الكبد والكلاوي جميلة انا بحب الكلاوي جدا 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 لا مش عايز اقولك ريحة هنا ما شاء الله باين عليها والله بتتكلم تسلمي تسلم ايديك تسلميلي حاببتي ربنا يخليك يا مادام ندية دايما منوران بسلم على كل مشاهدينك اللي بحبهم كلهم حاببتي حاببتي ودايما بيسألوا علي كلهم بخير يا رب دايما حاببتي منوراني تسلميلي وان شاء الله بيسألوا قطعك ايوا كده ايوا كده بإذن الله يا حاببتي نورتيني يا حاببت ده نورك يا رب يخليكي مع الف سلام بصوا بقى التركة اللي بتفرق جدا في نفس الكبد والكلاوي رشد جسططين صدقوني لو جربتوها مش عايز اقولكو بتفرق في الريحة قد ايه كده في الاخر اهي نروح مدين لها بس رشة حلوة كده وينقلب مش عايز اقولكو بتفرق قد ايه في طعمها خلاص يبقى انا حطيت ايه زبدة وال اللية والزيت خلاص وحطيت بعد كده الكلاوي تبلتها بمالح وفلفل اسود حطيت الكبدة تبلتها بمالح وفلفل اسود حطيت شوية كسبرة جافة وبعدين اخر حاجة جسططيب طيب دلوقتي بقى هروح موسعة كده في النص هروح حتى التوم وممكن ما تحطوش التوم على فكرة ممكن جدا ما تحطوهوش بس انا حب احط كده خلاص تعالوا بقى نعمل الفتة بتاعتنا لحد ما هي تخرج لنا ونقول قالوا يا مدام ازيز ازاي صحتك يا حبيبة قلبي حبيبتي ازايك عاملة ايه انت وحشاني قوي 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 حبيبتي ربنا يخليك ايه النور ده ربنا يخليك يا حبيبتي قلبي عاملة ايه اخبارك وسحتك الحمدلله وحمدلله على سلامة ام اسلام وربنا يخليكم كلكم ربنا يخليك ويخليك يا حبيبتي ويخليكي ويديك الصحة أنت يعني بنعشق الأكلات الحلوة بتاعك حاببتي والله وانا بحبك أويو بحب كده تشجعكو ليا وبحب والله مشاركتكو عندي بتبقى أحلى حاجة في الحال أسيبك أنت بقى الأكل يروح وييجي القعدة الحلوة مع الناس الحلوة دي ما تتعوضش حاببتي لما تعملي طبخة حلوة كده ويكون معاكي صحابك وانت بتعمليها وحبايبك وبلادك مش بتبقي مبسوطة آه طبعا أنا بقى كده آه طبعا أنا لما كل أكلة بعملها بتبقى حلوة ببقى مبسوطة جدا طبعا وخصوصا لما بيشاركك فيها حبايبك يا ربي يخليكي حاببتي ربنا يخليكي وكي من أعز الحبايب والله وانتو كمان وانتو كمان أنا بطبخ هنا مع حبايبي مع حبايبي مش بطلع أطبخ لوحدي ربنا يخليكي وبحكتك والصيادية ده أول أكل بيتلع حلوة كده حاببتي حاببتي ربنا يخليكي والله وكلامكو الحلوه هو اللي بيحلي كل حاجة متحرمش منكو أبدا أبدا ربنا يخليكي نورتيني وخليكي أولادك والجوزت وربنا حافظ عليك يا حاببتي شكرا وليلي بقى جربتي قبل كده الفتة بالكبت والكلاوي لا بصراحة الكلوي ديت أنا مليش فيها خالص ما فكرت إن أنا جدها ممكن بقى تجربيها الفتة دي هتعجبك بشكل غير عادي هجربها عاصل خاطر كمي خليكي لي يخليكي لي يا حاببتي يا ربي يخليكي حاببتي ما تحرمش منك ودايما تعملي كل حاجة حلوة حاببتي ربنا يخليكي مع ألف سلامة الله يسلمك يا حاببتي بصوا هنا بقى أنا هعمل إيه رشت كده إيه رشت لمون كده بعد التومي وتفرجوا بقى على الحلاوة ماشي طيب هنا بقى أنا هعمل إيه بصوا بقى بعد ما رصصت عندي هنا الرز على العيش بصوا هعمل إيه هاجي كده بصوا بصوا ماشي بصوا عملتي إيه الأول أهو سقيت عندي هنا الرز والعيش ما ترعتوش مية لا بل بلتوا كده بيه البهاريز كلها خلاص البهاريز نح Wind وبعدين هاروح جايبイها كده هنا وجاي بطوصة تانية وهسيب دي كده كمان وهاروح بقى عاملة التومة ب başلثة خط شوية زيت او سمنة او زبدة زي ما انتو عايزين واروح حط هنا ايه التوم هاقلبو اهو هحط الزبدة كمان او سمنة او زيت زي ما انتو عايزين وطبعا طبعا لو عايزين كوزبرة هنحط انتو طبعا عارفين رأيي في الكوزبرة انا فقتتي بعملها من غير كوزبرة بس برضو انا هحط لكوزبرة علشان انا حب امشي زي ما كله بيعمل بس لو جربتوا فقتها من غير كوزبرة والله هتحبوها جدا طيب وبعدين طبعا بنتوشها بخل لازم وبعدين نروح حاطين ايه عندي هنا السلسل تغلي كده واتبك بك وارش رشة الملح الخفيفة ورشة ايه الفلفل الاسود اهي واروح بقى ايه عبلا كده حابة هنا اهو تمام وتعالوا بقى نحط خلاص الكبد والكلاوي عندي هنا بصة انا عملت ايه الاول يا جماعة محطت هاش لا انا سقيت الاول عندي هنا اللي عيش والرز بالبهاريز اللي نزلة وبعدين عملت التومة بالسلسل واخر حاجة بقى عندي هنا احط الكبد والكلاوي بصوا بقى بصوا بقى بصوا الحلاوة مش عايزة ايه حاجة تانية غير رشة بقدونس بسيطة والله مش محتاجاها الريحة هنا حلوة قوي الليمون حطيته مع الكبدة وسقيت بيه التركات البسيطة دي يا جماعة تفرق في طعمها يا ام شنودة ايه يا شيف يا حباشاني ايه رأيك في الحاجات الحلوة دي ايه حبيبتي قال قال اكل في جميع ده والكبدة الحلوة دي ربنا يخليك لي عاملة ايه حبابتي عاملة ايه اغبارك الحمدالله حبيبتي انتي عاملة واحسان كتير كده حبابتي قول ايه لي جربت قابل كده الا الا فتا الكبد والكلاوي لا اصداني ما جربتش الفتاني بعمل الكبد والكلوي وبحمرها يعني كده طيب تجربيها بقى ثرب الفتا تجربيها وتدعيلي ادعيلي اذا نبدعي ليه كلوقنا حبابتي أنا عارفة والله إنتي جميلة ربنا يسعدك يا رب ويفرح قلبك ويفرحك بالفادة حبيبتي ربنا يخليك وما تحرمش منك أبداً أبداً ولا دايماً من مكلمتك وصوتك المفرح ده يا حبيبتي والله أنا يخليك يا كلك ذوق محبة روحتي فين يا ممشنود أنا معاكي أبقالك ده أنت اللي جميلة حبيبتي ربنا يخليك وقلت الزرانة سلاميلي على الحكري اللي ما ردتش علي النهاردة مين رد عليك حكيلي أنا واحد بس مش عارفة لسه أنا متعرفتك عليك أكيد أكيد يا ابننا أكيد ربنا يحمي يا رب ربنا يخليك ده البروديوسر بتاعنا أنا بهرك طهان ربنا يخليك يا حبيبتي ودايماً سمع صوتك بكل خير أنا بحبك جداً أنا اللي بحبك 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 ربنا يخليك يا ممشنوداً تحرمش منك أبداً ولا من دعواتك يخليلي كل حبيبك قلنا يخليك ويلادك يا رب ويسعدك فيه حبيبتي أمين يا رب يجي زوم أحنا في الدنيا كلها بدعواتك بدعواتك وبدعوات كل حبيبي يخليك زوم يا شيك يا رب يخليك باباوه حبيبتي يخليك إليه حبيبتي أمين يا رب يخلي باباوه أمين يا رب طيب إيه رأيكو بقا؟ هم؟ بعد الفتة الخطيرة دي الريحة هنا حلوة بشكل غير عادي الفتة النهاردة فيها تركا أنا ما سأتهاش بحاجة بمرأة لا 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 أنا نزلت عليها البهريز والصاص اللي نازل من الكبدة والكلاوي وبعدين عملت لها التاشا بالسلسة ده كفاية قوي أنا عندي هنا رز وعيش مش كتير كفاية قوي قوي اللي أنا عملته ده وحطيت بعد كده الكبدة والكلاوي رحتهم تجمل رشد الكزبرة الجفة والجوز تطيب بتفرق جداً في طعمها إن الحاجة عندي تبقى سخنة وأنا بحمر كل ده بتفرق جداً في طعمها متقابل بعد الفاصل هنعمل بقى وصفة تاريخية مش تاريخية لإنها جاي من تاريخية لإنها كل البيوت كانت بتعملها ومازالت بتعملها بس يمكن نسيناها شوية هنشوفها بعد الفاصل استنى موسيقى 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 اشتركوا في القناة